السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ومصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اخوتي اخوتتي مرحبا بكم. ان شاء الله في هاد العشي واللي هي خفيفة سهلة ماهلة بسيطة جدا. كما كتشوفو في السور. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هالفيديو في احسن احوال والظروف. وفي صحة جيدة يا رب. نخليكم مع الفيديو حتى الاخير. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وما تنسوش الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نضوزوا الطريقة ونضوزوا المقادر اللي في متناول الجميع موجودة في كل بيت. كما كتشوفو ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد سعلوك بالفول دك صغير ور. اني ما زال ما تامرش يعني باقي ما ديرش الحب غليت باقي عندو هي الحب رقيق. ان شاء الله غنصوه بيزع لك تيجي رائع. وكنتمنى ان شاء الله تجربوه. آآ وان شاء الله غاعجبكم. انقطعوه بحال هكا رقيق. ومن بعد كنديرو ليشترمو له كل شي كنديرو اختروا واحدة بلا ما تنسلقوه وما تنفوروه. اللي بيسلقو او اللي بيفورو تملكم الاختيار. بعد ما قطعنا كما كتشوفو هنايا كنضيفوه فى حد طنجرة. تيجي غزال غزالتي يحمق. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتغطو عليه. كيما كتشوفونا كنقطعو واحد البصلاح تايا كنشلدوها. هنا يا الاخوانا معا كنت خارجة وجيت شوية معطلة وقلت ارن ديرها واحد العشي واللي هي خفيفة. ونشاركها مع المتتبعين دياولي. ان شاء الله كنتمنى اعجبكم. كنناخدو كذلك التوم واحد ربعات فى صصصة التوم. بالنسبة للفول. بالنسبة للفول تقريبا مكامش نصف كيلو ربعمية كرام. انتم ما غزال طيفو على حسب كمية اللي نقف احد. لحسب عدد الافراد عفوا. كنناخدو كذلك واحد طماطم وحدة او ماطيشة وحدة. كنشلدو واحدة ايه. كنديرو كاملين المقابير كلهم كنديروهم. باختراو حضا ما كان ما نشحروا ما كان قللو موالو. وهنايا ما تنديروش الماء. حيث ما طيشة ودك العرق دي الكوكوس كيديد الماء حتى هو. كذلك نضيفوه معدنوس. اللي بغي يدير اللي بغي يدير في القصبار حتى هو ممكن. كما شوفوه ندرتك على المكوينة كاملة ما غاديش ندير المقابير غادي ندير العطرية او التوابل. وكندير زيت زيتون. وصافي كنحطم فوق النار. وكنسد عليهم الكوكوس على واحد النار اللي تكون ميلا ما تشاهدوش البوطة. تكون ميلا. ونساوها خليوها تطبع لخطرها. غدت الكامون حكيتو حبوب. كذلك سكنجبير. او اسميتو زنجابير. كذلك الكوركم البلدي او الخرقم البلدي. هنا اياه ندير واحد معلقة رص معلقة صغيرة دي بابريكا على حسب الكمية اللي عندي. كذلك زيت زيتون. اي الشرمولة كيجيفة زيت زيت زيتون كحسن من الملحة. محسن من زيت المائدة. الملحة راني ضفتون زيت ما قلت لكم. صافيك نسدو عليها فوق النار ونخليو على عفية ميلا. ونضوز ان شاء الله باش نوجدو الكبدة دياننا. دي كالشيك تايا معها تشربونا ترفقها معها. كما كتشوفو هنا عنده 500 قرام دي الكبدة وكيبق انتم على حسب عدد الافراد. تنقطعوها. حتى اياه كندلوها قطبان تلشيك تاياه غزالة. متى رائعة. انتمنى ان شاء الله هاد العشيوات عجبكم. نقطعوها هاكا. كان شويها في الول موارو. كان قطعوها. كان شويها من الدبا. كان نتي شويها وعدت يدير عليها قرم عاش. ما عاد كيارتك. طيب. انا ما كان شويهاش في الول ما كان سلقعوش. من الدبا كان ديرها في قطبان. وكان حطات شوي. تلشيغ زالة. تلشيغ انه ما تلشيغ زالة دائرة. كيف. كان نتيشيغ خاصحة. من الاحسن من منذ الدبا كتتقطعو وكاتشوها من تلشيغ ماتوا ليسيغ عجب. انه بتنسبة للكبدة هذه البقر. الي ممكن انتم تلشيغ زالة الانهي الاحتياء. المهم ان المتوفر عندكم. الكبدة ديير البقر طبعا. كما تشوف اضفت البصلة وضفت المعدنوس وشوية القصبر. المياه غادي نضيف القارن من الملح على حسب الضوء طبعا. وكلها خفيفة عشاء خفيف طريق. كي تطلب له وقت الاولو. وشي في يوجد? كده يكون كامون حبوب. حقوبين يدية. هاكده كنحافظ على ذيك النقه هادي الكامون. نحسب الكامون المطحون. قليل من بابريكا او تحميرا. بالنسبة له تحميرا هاديرا فلفلة حمرة ومطحونة. فلفلة حمرة كنشريها وكنطحن هاديك فلفلة دياله نوويرا معروفة عندنا احنا في المغرب كتبها على العطار. كتجيبها كتغسلها وكنتنشفها واحد شوية متخلى واشا تتحرك ولا شي حاجة. صافي كتتغرمن كتجبضها هاكد. المهم الفراني ما يكون شاعد يكون طافي ثي سخون وطفي وطخلات نشف فيه. وصافي وكتتطحن. كتطحن كتطحنها وكترش ديها تطحطيه. كتلقيها موجودة. كما كتشوفوا هنا اخر للتوابير كنحطافو دبيع الجانبان حتى كتشربنا العطارية قربا واحد ساعة. ننضوز ودابا نقطع وعد الفلفلة. كنوجدوها على ما تشرب لنا الكبدة طافي كناخدو فلفلة ولا جوج فلفلات على حسب عدد افراد. كنقطعوهم حتى ومكن نديرو مع مقطبة. نغينب انو بعشي شوية وصافي الكبدة. داروها لي من الخضرها الميمنها اللي متوفر عندي درتو. ممكن تديرو الفلفلة الحمراء الصفراء اللي كانت عندكم. هنا يشح ما شريسة احتية مع الكبدة. تعطينا القزار مع الكبدة لحسب شحمة دارو ولا حزيش باش 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 غير باش ما تقسحش الكبدة بالعافية. واني كتكون تطيب. باش تبقى الشرطة ذكر طوبية ديالها كتطيب وكتبقى كتية وطبع ما كتش قاسحها. واني ما بغاش يديرها ما يديرهاش. المهم هي كتطيب الكبدة على خاطرها وما كتقسحش. كتحتافظ عليها باش ما تقسحش. كي ما كتشوفو هنا بعد ما تشربت لينا الكبدة القوان ديالها كندوزوا ان شاء الله باش نقعد دول القطب عن ديالنا. متنساوش الصلاة على النبي الله ما صلي وسلم عليه هو اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد على اهل وصحبه اجمالين. الله دركت لفليا. ما تنسوا بخلوش عليها باللايك واشتراك. فضلا وليس امرا. نتمنى الفيديو يلقاكم في الصحة والسلام والعافية ان شاء الله يا رب. صحة جيدة. متنساوش من تعالق الزوينة دياكم. جزاكم الله وخيرا. كي ما كتشوفو هنا كنتستمر لحتى كنكملهم باتطريقة. وهنا اخذيت شوية ديالطول. وتبطيرو انتم مع الفاخر ديالطول. انا رأى زربانة. انا كيعجبني نطيب على الفاخر. ولكن معنا بزربانة بالليل. وفي يميش على الفاخر. لصارا ندير اغرف شوية ديالطول. صافيك نحطوه ماكوكي طيبو على خاطرهم. ولكن شرمو له راح تاييك الطيب ميلا. وصافيك نمشي نقديل حاجة اخرى. ونخليهم طيبو على خاطرهم. كما قلت شوفوا الطبق ديالنا. وهذا المتواضع جدا جدا جدا. عشاء خفيف. مافيش لا قوة تمارا ولا والو. في متنوى الجميع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وما تنسونيش باللايك واشتراك. وتعليق الزوينة ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى اللقاء ان شاء الله في الفيديو قادم.